أكدت وزارة الصحة لثوبيانه لم يتم الإبلاغ عنه حالات إضافية مصابة بفايروس كورونا المسجد بعد إجراء فحوصات مخبرية لـ 2016 عينة تم اختبارها على مدى الساعات الـ 24 الماضية وفي تحديثها اليومي لمعدل الإصابات والوفيات بالفايروس قالت الوزارة إن العينات التي تم فحصها جاءت كلها سلبية أضافت أنه تم تسجيل شفاء ثلاث حالات مصابة بمرض كوفيد-19 ليصل مجموع عدد الأشخاص الذين شفوا إلى 69 شخص